حول وجود شائعات بشأن ضغوط على مصر لإلغاء ديون مصر مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء أو الأراضي المصرية عفكة ده السؤال اللي بتقال في الشارع يعني زي ما قلت حياتكم دي فلسفة إدارة الدولة لهذه الأزمة إيه السؤال اللي عندك؟ الأمن إيه؟ إيه اللي المصطين هم قاعدين قدام التلفزيون بيقولوا فيه آه ده قايل لك إحنا مديونين ب160 مليار دولار آه طب ما تفكك منهم بقى بس خد الفلسطينيين عندك ده اللي بتقال في الشارع فوزير الخارجان نهاردة قال له يعني كل التصريحات الصادرة من مصر كانت واضحة في هذا الصدد ولم تكون هناك أي إمكانية للنزوح أو الانتقال الفلسطينيين إلى أي أراضي أخرى ولم تكن هناك أي مناقشات في صدد اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر يرتبط بالتطورات في غزة واضحة وصريحة ثاني لم يكن هناك أي مناقشات في صدد اعتبار الموقف الاقتصادي المصري يرتبط بالتطورات في غزة قولا واحدا مش عايزين بقى رغي كتير ده اللي قاله وزير خارجيتنا ردا على ما يقال ما فيش حاجة في القضية دي تقالد في الشرع المصري الحكومة ما عبرتش عنها يعني من المرات الفريدة التي يحدث فيها هذا التكامل بين كل ما يطلبه الجمهور وما تقوم به الحكومة يعني الحقيقة أمر مشرف جدا وأنا يعني بأشيد بالمؤتمر الصحفي اللي عقد وزير الخارجية وطريقة المؤتمر الصحفي أيضا فيها نوع من التقدير للصحفيين وإتاحة الفرصة للأسئلة وطرح كل الأسئلة اللي بتدور في الشارع اشتركوا في القناة